حياة جديدة كتبها الله له هكذا يمكن وصف قصة فهد الدهاش الذي نجح فريق طبي سعودي في إعادته إلى الحياة بعد توقف قلبه لعشرين دقيقة بصورة مفاجئة أثناء عداده لبدء عملية زراعة القلب في غرفة العمليات الأمر الذي جعل هذه العملية استثنائية ونادرة الحالات المرضى التي يوقف قلبهم قبل عملية زراعة القلب فالغالب أنه خلاص يترك المريض طبعا بالنسبة للفهد حاولنا بذلنا أقصى قدر ممكن وأنه ما نستسلم وأنه نضعه على جهاز داعم الدورة الدموية حتى يصل القلب الجديد وبفضل الله طبعا في هذه الفترة عندما يكون القلب متوقف إذا لم يصل الدم إلى الدماغ في مدة دقيقتين أو ثلاث دقائق قد يصاب المريض بوفاة دماغية بعد هذا الموقف العصيب استطاع الفريق الطبي زراعة القلب للمريض في عملية استمرت 12 ساعة فهد البالغ من العمر 47 عاما أفاق من العملية بعد أقل من 24 ساعة السنين الأخيرة كنت أتعب شديد خاصة ثمان سنوات الأخيرة أو العشر سنوات الأخيرة التعب يعني ما تتصور لكن الحمد لله الحين رجعت حياتي طبيعية الحمد لله الفريق الطبي السعودي نجح في إعادة الدورة الدموية في جسد الدهاش عبر عملية الإنعاش الرئوية في الوقت الذي كان يعمل فريق آخر على تركيب جهاز تشغيل الدورة الدموية من الأطراف السفلية ليتمكنوا بعدها من فتح الصدر وبدء عملية الزراعة 650 عملية أجراها مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب خلال العام 2018 بنسبة نجاح بلغت 99% من ضمنها إجراءات جراحة القلب عالية المخاطر فهد الآن يتمتع بصحة وعافية كما كان قبل إجراء عملية القلب على يد فريق طبي سعودي في مركز الأمير سلطان لأمراض القلب من الرياض حساب مسعد العربية